موسيقى أهلا بكم من جديد أجدد التحية لكل مشاهدينا ومتابعينا الكرام كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وبرنامتكم الأهلي الليلة بعد بداية مهمة وبعد يمكن ساعة من الحديث عن دستور وقانون وليحة النظام الأساسي للنادي الأهلي في يوم تاريخي ويوم تضفرت فيه كل الجهود كله بيحب الأهلي والعلاقة اللي بقال لكم مش عارفين نوصفها مهما نتكلم فيها مهما تخلص كل كلامك وتكتب الورقة والقلم وتجاهز أول ما الكاميرا تدي اللايب بتاعتها في نفسك بتتكلم هتعيد الكلام هتقول لكن في الآخر هتقول دي العلاقة الغريبة اللي محدش عارف يفسرها والعلاقة أيضا الطبيعية اللي محدش عارف يفسرها بين الأهلي وأعضاؤه وجماهيره منظومة واحدة خلوني أبدأ معاكم أولى فقراتنا الحوارية النهاردة مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار واحد من نجوم المنتخب المصري ونجم النادي الأهلي ونجم التحليل في قناة نادي كابتن محمد حشيش بشرفنا من نور مزاك يا ابن بركي الحمد لله كله تمام كله تمام الحمد لله رغم بعض الظروف اللي عندك الصحية اللي أنا أعلمها معلماش المشاهدين حرص أنك تكون موجود في يوم تاريخي علشان تشارك وتقر لقاحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على مدار ساعات في احتفالية من أعضاء النادي الأهلي بناديهم الكبير بتعمل الكلام ده وانت فرحان ومبسوط بقى لي فترة كبيرة طبعا عضو من أعضاء النادي الأهلي مش عايز أقولك يعني كم سنة بقى لي عضو في النادي الأهلي يقرب من الخمسين سنة في النادي الأهلي متربي في النادي الأهلي لعبت في النادي الأهلي بعشاء النادي الأهلي يوم تاريخي زي ده ما ينفعش ما يكونش موجود استحالة حتى لو انت عندك أمراض الدنيا وتعب الدنيا لازم لازم تروح بتلاقي نفسك لبسته وانزلت جاري عشان تبقى موجود جوه النادي الأهلي في الفترة دي وفي اليوم ده بالتحديد مع أصحابك وحبيبك وزميلك في النادي أعضاء وزميلك في الكورة ومع طبعا يعني الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب يعني كابتن مصر وكابتن نادي الأهلي وسطورة الكورة ومعشوق الجماهير ادخال انت الناس بتعشق كابتن الخطيب وهم من بعيد لبقى فبالك بقى اللي لازمه ولعب معاه وكان معاه اطفال جاية تتصور مش معقولة مش معقولة في ناس كبيرة مش شفيتش الكابتن معتازل تمانية وتمانين في ناس مش شفيتش الكابتن ببقى مشفق عليه ما تلاقي بنات صغيرة ولات صغيرة جايين يتصوروا معاه يعني ورغم ظروفه برضو اللي احنا علامة طبعا ما بيقولش الحد لا وكان بيخرج يعني يرتاح بس السنة كده في المبنى الاجتماعي وارجع تاني يعني عشان يبقى برضو موجود مع الناس اللي انا عايز اقوله ان احتفالها كانت كبيرة قوي ملحمة حب وعش تبلغوات الجميلة اللي عملها اعضاء الجامعة العمومية في صور تسكيرية توصيق لهذا اليوم الرائع قدامنا على الشاشة طبعا طبعا الاجيال والاجيال اللي جاية حيشوفوا اليوم ده اليوم التاريخي بتاع النادي الاهلي اللي اول مرة الجامعية العمومية هي اللي بتحط الدستوري النادي الاهلي ولائحة النادي الاهلي الجديد بتشارك فيه عايز اقول بشكر مجلس الادارة بقادة كابتل محمود الخطيب ان هم وعدوا واقفوا جهدي جبير جدا خلال الشهور اللي فاتت عشان يدرسوا الليحة والدستوري الجديد استعانوا بكبار الرجال المتخصصين في طبعا وضع الدستير واللوايح سواء اعضاء النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي وشخصيات عامة كمان وانا بكلم من وصير قسامة انديل قال لي احنا يعني صغنا الليحة لكن ما نوضع هذه الليحة وعدل واتكلم وقال هم اعضاء الجامعية العمومية مكتفوش بالدراسة دي انما كمان شاركوا يعني الاعضاء في التلات فروع خدوا المقترحات بتاعتهم وانا على علم كامل ان في مقترحات اتاخد بيها وتعامل بيها في الليحة الى ان وصلت لهذا لما يكون عندنا 3500 مقترح بالزبط كمان يتذكروا ويتكلموا بعدين طبعا فيه 30 و40 مقترح على مكان واحد طبعا 100 مقترح في مكان طبعا غطوا تقريبا كل البنود اللي كانت مربوضة اكتر من 50 60 بند تمت عدلهم بالزبط كمان فيه بنود تحذفت فيه بنود تحدست دي كمان ثقة من الجامعة العمومية في مجلس الادارة انهم عارفين ان الكلام بتاعهم ده مش هيتاخد بس كده لمجرد ان اتاخد انها لازم هيتناقش وتعامل بيه وده اللي اتعمل بيه فعلا ما تشوف يا أهاب كمان انا بحيي كمان امبارح العميد مرجان الطبعا التنظيم الهاي اللي كان موجود انا جيت الصبح بدري ركنت عربيتي في جراج التحريف وانا هكلمك فيه هابل عن الكابت محمد حشيش تمام وهتكلم عن محمد حشيش عده الجامعة العمومية للنادي الاهلي يوم وبدأوا ازاي عشان يشارك في كتابة الدستور طبعا انا كنت الان من اللي حصل في الانتخابات اللي فاتت والزحمة وكانت طوابير وكانت مكان دايق وبعدين عشان تيركن العربية ده فيه ناس جات لفت حوالي النادي مش عارفة تيركن روحت الانتخابات اللي فات زبط فقلت لما سمعت الكلام في القناة الاهلي من العميد مرجان لعبة دور مهم للتوضيح الوقع طبعا كان لها دور كبير قوي قوي في توعية الناس هتروحوا على الجراج بتاع التحرير وهتلاقوا عربياتهم بينه وبينه كان رايح برضه يعني قلت ربنا سهل لو ما كانش كده هكمل بقى على النادي وحاولها لكن في احيط روحت الجراج التحرير لقيت الناس اللي على الجراج نفسهم مقابليني مندومن عند النادي الاهلي حضرك عوضوا في النادي تبكرني دخلنا دخلت ركنت طلعت لقيت اكتر من اوتوبيس واقف خدونا لغاية النادي نتكلم طبعا بيتعرف على الأعضاء احنا مع بعض جو جميل اول مركبة الاوتوبيس يا هاب والله حاسب بالفخر يعني فعلا ده الكلام صح والتنظيم هايل الناس بلعبيني النادي كرنين النادي الاهلي كرنين النادي الاهلي الناس اول ما شافته في الجراج والاوتوبيسات عليها بجي النادي الاهلي مستنية ما عندكش فكرة لا ده النادي الاهلي قيمة كبيرة قوي والناس اللي مسؤولين عن النادي الاهلي في فترة حالية فعلا الكلام بيطلع مظبوط مش مجرد كلام في القناة او كلام لا فعلا خدنا الاوتوبيسات رحت على النادي دخلت بالزبط من البوابة اللي على النيل لغاية جوه دخلت لقيت واحد بيقول للجنة بتاعت حضرتك كذا كذا دخلت الموضوع ده مستقراش ثلاثة اربع دقايق تخيل انت لان كمان يعني ما شاء الله حتى بشكر الأمن المسكين المرور حوالين النادي مفضيين الحتة اللي حوالي النادي الاهلي عشان انسابية برضو جرشاب برضو كلها اللي حوالي النادي مفتوحة مجانا مش معاول رجال المرور والامن واقفين عشان يسهلوا الحركة المرورية عشان برضو الدنيا ما توقفش لان نتعرف ان احنا برضو عندنا اعمال الصور والحاجات دي عند النادي الاهلي فكل ده ما خدش مني ثلاثة اربع دقايق طبعا انا عدت واقف مستني مش قادر اتحرك يعني انا فرحان بالناس اللي جاية خلصت في ثلاث دقايق بقى واقعت 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 واستنى بقى الاعضاء دخلة طبعا الناس يعني مش فتاش من فترات كبيرة جدا ناس كبيرة في السن جاية الناس على كراسي متحركة يعني الناس كلها العيلة جاية كاملة بالولاد الصغيرين بيتصوروا معانا وطبعا قابلنا كابتن الخطيب دخلين بحب جايين عايزين يشاركوا جايين عشان يطلعوا اليوم ده يوم جميل ويوم حلو لنادي الاهلي الكلام ده كله بيدي دروس دروس يعني انا كمان كان هممني النجاح الكبير قوي بتاع اليوم بتاع انبارح ده في ظل الجو اللي حوالين النادي الاهلي وحوالين مجلس إدارة النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت ما بين بقى مغردين وما بين معاردين وما بين عداء نجاحه وما بين بقى والزي ما انت عايز تقول سيبهم دول وسيب السلطة العالة للجنب خش في فرع رابع وبيطمد التعاقد معاه خش في تحدي كبير للمجلس والجامعية العمومية بتعديه خش في اللي جاي احلى انا عايز اقول لك الناس تروح مدينة نصر حتى الفرع بتاع مدينة نصر تشوف الصور بتاع النادي الاهلي اللي تقريبا شبه اكتمل في مدينة نصر ايه الجمال والروع دي وانت ماشي من حوالين النادي الاهلي الصور الجميل وشعار النادي الاهلي وحاجة قيمة كبيرة بتحس ان حاجة حاجة جمدة وبالتالي برضو هيبقى في الجزيرة وفي كل الفروع وفي زايد البوابة هتتعمل يعني طبعا ليه بقول الكلام ده لان انا حاسس بالنقلة كبيرة انا حضرت النادي الاهلي يعني من السبعينات النادي الاهلي كان ايه ودلوقتي بقى ايه كان كام عضو ودلوقتي فوق ال 140 الف عضو حاجة كبيرة يعني دولة كبيرة دولة النادي الاهلي جوه اسمه قيمة كبيرة اكيد طبعا لكن وانت واقف وشاف الاعضاء وشاف الناس كلها بتنزل علشان تكتب بنفسها تاريخها ودستورها كان لا يليق للنادي الاهلي مع احترامي ليه اللايحة الاسترشادية لها ما لها وعليها ما عليها ليس الحديث عن اللايحة الاسترشادية ولكن مش الاهلي اللي طبع عليه لايحة الاسترشادية ما ينفعش النادي الاهلي النادي الاهلي اللي بيجر وراه معظم الاندية ان يبقى شغال على لايحة استرشادية لا اللايحة دي احنا عندنا رجال قانون ودستير ومجلس ادارة كلهم يعني كل واحد فيه يوزن بلد جمعية عموبية بالكم ده كله ما تقدرش تحط لايحة النادي الاهلي اللي تقدر فعلا تحافظ على استثمارات النادي الاهلي في الفترة اللي جاية ومن قبلها حقوق الاعضاء بتاعته يعني حاجة حاجة مبهجة وحاجة تفرح اي حد لو تشوف الفرحة في عون الناس من الزحمة اللي كانت موجودة وسبحان الله مبارح كان حر قوي ومع ذلك الناس وقفة ومصرة يعني انا جيت على الساعة خمسة مش قادر اهاب ستة مش قادر بس نفسي ابقى موجود وهم بيعلنوا نتيجة عشان الفرحة الكبيرة بقى وهم بيعلنوا النتيجة وكابت الخطيب بقى طبعا بيقول يعني الكلمة بتاعته اللي اوقاها يعني طبعا كلمة موازة جدا قال جيته ميته النادي النادي الاهلي والكلام دي اللي معانا كبير انا عايز اقول لك حاجة انا شايف ان اللي ما حضرش مبارح هيندم انه ما حضرش انه ما شاركش في حدث كبير زي ده وليحة ودستور النادي الاهلي في الفترة اللي جاية لان فيه ايام في تاريخ النادي الاهلي كده لازم الانسان او المحبي للنادي الاهلي يشارك فيها انا جالي من صحابي اللي هم خارج مصر والله فيه ناس كتعازة تيجي ايه الحاجة عبدالوهبت وتوفيق من السعودية كان موجود صحيح الناس جاتوا الناس كتير ده ناس جاية من هولندا وجاية من السعودية وجاية من امريكا الناس كتير جدا جاية لليوم ده الاهلاوي الاهلاوي في كل مكان وجاي على الموعد لما يطلب النادي الاهلي اعضاؤه حق النادي الاهلي عليهم نشوف المشهد اللي شفناه بقى مشهد طبعا رائع طبعا ده انا كان الاختام بقى والاعلان والتأكيد على حضور طبعا ستاشر الف من اعضاء الجامعية العمومية وده بعد اعلان النتيجة في مشهد يعني التاريخ هيذكره بكل فخر هيذكره بحضور ستاشر الف مية تمانية وتلاتين بلغ عدد الاصوات الصحيحة خمستاشر الف تسعمية تسعة وتسعين صوات البطيلة مية تسعة وتلاتين اللي صوتوا على اللائحة وقبولها تلاتة عشر الف تسعمية واحد وعشرين والفين وثمانية وسبعين صوت طول رفضوا الرايحة وحقهم ولهم كل الاحترام وهذه يا دموقراطية النادي الاهلي يكفي ان اقولك الكلمة اللي قالها كابتن خطيب اللي بيشكر فيها اللي ما حضرش قبل اللي حضر وبعدين بيذكر كمان الناس اللي حضرت اللي حصل له حادثة ورجله تصابت حصل له حادثة وراح اتعالج ورجع ده ايه ده طيب يعني ده ده في عشق اللي نادي الاهلي ايه العلاقة دي يا كابتن وانا ببدأ حلقتي بقول في حالة من الحب الطبيعي والغير طبيعي في حالة من العشق في حالة من التفاهم من غير ما حد يطلب من بعض سواء كان المجلس او اعضاء ادارته او الجماهير الكل ملتف يعني المجلس بدأ في تشريع في هذا التوقيت علشان يتوافق مع برنامج الانتخاب اللي اعلن عنه وقال قبل سنة وقبل حضور اول جماعية عمومية للنادي رسمية نكون عاملين قانوننا ولاحتنا ده النادي الاهلي نفزه اعضاء وسط مجلس الادارة والاعضاء بيلبوا جماهير النادي الاهلي اللي التفت الملايين حوالين شاشة النادي الاهلي بتتابع وبتسأل هتعملوا ايه ويلا وربنا حيك وكأنه مباراة كرة قدم بتتلعب بس على مدار ساعات والجمهور كله بيشجع الى انحقق النادي الاهلي الهدف والفوز في معركة الليها ما انفعش يبقى فيه حاجة تخص النادي الاهلي حدث والناس ما تقعدش تتفرج حتى اللي ما حضرش في النادي ما يبقاش قاعدة قدام الشاشة يتفرج الناس قاعدة قدام الشاشات اللي ما قدرتش تيجي قاعدة من الصبح من اول تغطية القناة من الصبح لغاية الساعة يمكن تسعى لغاية ما اعلنوا النتيجة قاعدين مش قادرين يتحركوا عايزين يتطمنوا على مستقبل النادي الاهلي عايزين يدعموا عايزين بكل حب اللي عاش في النادي الاهلي يا هب ودخل النادي الاهلي وشاف مبادئ النادي الاهلي بيتعلم النادي الاهلي بيعلم الأجيال جيل ورا جيل بيتعلم ماضح الشباب مع الصغارين مع الكبار لكن كان تحدي كبير وليلتها كان فيه تحدي آخر من نوع آخر وكان تحدي لفريق كرة القدم وتحديدا أمام النجمة اللبناني بعد تعادل هذا الفريق المحترم فريق النجمة اللي من الفرق المحترمة تعادل هنا ضغوط كبيرة على الفريق وشفنا ليلة المباراة بعض الجمهير تحت فندق النادي الاهلي وضغوط كبيرة جدا لكن دايما لما كده تستدعي حماس بلاش تستفز تستدعي حماس الاهلي أو جمهير أو عضاوه يظهر هذا المسهد شفت إزاي مباراة الاهلي والنجمة اللبناني من قبلها طبعا المباراة الرائعة بتاعة الحرية كونكري الغيني مباراة والأروع من جميع أفراد العيبة ومن الجهاز الفني ومن الجمهور تخش بعديها بكم يوم على طول سلسلة المباراة المتعاقبة لبطولة تانية خالص فصل فيها النادي الاهلي عن إفريقيا وابتدى بطولة تانية خالص كعادة النادي الاهلي وجهازه يروح النادي الاهلي لبنان ويعمل مباراة تاريخية بيكسب بعدد أهداف كبير ربعيات خلاص ها ربعيات يدخل في سلسلة الربعيات الإحصائيات بتاع الربعيات جمهور كبير كمان جمهور النادي الاهلي انشوفت الجمهور إزاي في الابنان يعني عايزة أقولك جمهور النادي الاهلي في لبنان أكتر من جمهور النجمة يعني وهو الشاشة كانت موضحة الكلام ده برغب النجمة من الأندية اللي ناكل بردن الشعبية الكبيرة في لبنان إنه مجمور النادي الأهلي كانك بتلعب في القاهرة تصرحات لعبة النجم وهم بيتكلم وقولك الأهلي فريق ما تتوقع لوش والأهلي وإحنا بنلعب هنا وعملين كل حاجة لكن ما قدرناش نجاري والأهلي ضيع أهدف أكتر من الأحرازها بص يا أهب اللي عايز يعرف قيمة النادي الأهلي يشوف تعليق كابتن الفرقة بتاع النجمة بعد المباراة مدى يعني يعني اعتزازه بالنادي الأهلي رغل مغلوب وطالع بسكور قد كده وطالع يقول يعني ده وضع طبيعي ده النادي الأهلي أكبر نادي في إفريقيا والشرق الأوسط والنادي مدرسة والنادي إحنا بنتعلم منه وده كويس أو إن إحنا أبناه وتعلمنا منه وده نادي كل لعيب فيه عنده حلول يعني بيمجد في النادي وبيمجد في اللعيبة ولعيب كابتن فرقة خارج لسه طازة يعني وعمل موتش حلو هنا في مصر وكان عنده أمل وعنده حماس وزود الحافز إن إنت بتتعادل مع النادي الأهلي هنا يبقى عندك في البلد ممكن تعمل حاجة إنما برغم الأحداث دي كلها خارج يشكر في النادي الأهلي عن المباراة النجمة مطولة إفريقيا وفاق سطيف الدور قبل النهائي لإفريقيا فرقة كبيرة جدا لها شعبية جدا كبيرة جدا في بلدها عندهم حافز وعندهم طموح للوصول طبعا للنهائي دايما الدربيات بتاعة إفريقيا ما بين مصر والجزائر وتونس والمغرب تبقى مباراة قوية جدا فرقة لها تاريخ وانت متخافش اللي فرقة لها تاريخ هنتكلم عن الجزئية دي لكن عايزين نطمئن على تدريبة النادي الأهلي وعلى الفريق وتدريبة اليوم اللي انتهت من ساعات قليلة معنا مراسل قناة الأهلي اللي كان موجود في التدريب فايز مجدي مساء الخير يا فايز مساء النور زميل عزيز إيهاب الخطيب تحياتي ليك وتحياتي كابتن محمد حشيش بتشرف ليك وبتشرف طبعا بالكابتن محمد حشيش وبكل جمهور النادي الأهلي العظيم أكيدة فايز النهاردة تابعة المران لخص لها كده مدار في المران اليوم المران اليوم ابتدى بجاري حوالي الملعب وبعد كده ستريتشات وإطالات مع الكابتن حسين عبدالدايم بعد كده بصات خفيفة وسط الملعب بعد كده عملوا تمرينة طرفيهية بالكورة بعد كده تم تأسيمة خفيفة في وسط الملعب والتمرينة النهاردة كانت خفيفة يعني ما كانتش تمرينة ساكيلة اعتمدت على الستريتشات والإطالات تمام؟ بعد كده كابتن باترس كارتيرون خلال خوادر الأساسية بتاع مباراة النجمة اللبناني تريح خلاهم يخشوا غيروا يرواحوا أمثال وليد سليمان أزارو إسلام محارب كله بالي واكتمل المران مع بقي الفريق أمثال كريم ناتفد أكرم توفي أحمد حمدي محمد شريف وكانت طبعا هناك ملاحظات دائمة خلال المران من كبل الكابتن محمد يوسف وسامير ومصان للعيبة أكيد هل ظهر بعض العيبة المصابين مثل ساعد سامير ومروان محسن وميد وجابر وهل بانت رؤية بالمشاركة فيه؟ طبعا هم كلهم كانوا موجودين وأكد الدكتور خالد محمود إن إن شاء الله ساعد سامير هيكون جاهز في المباراة هو مروان محسن وأكد إن ميد وجابر غالبا بنسبة كبيرة إنه مش يرحق المباراة يعني هو أكد علي أنه مش يرحق المباراة وبرضو هتأكد إن شاء الله في مباراة في التمرين الغد ساعة خمسة إن شاء الله إن شاء الله أشكرك زميلي فايز مجدي طبعا مفات قناة النادر أهل ومراسل القناة واللي حضر التدريب واللي قال له صورة كابتن عن المروان طبعا تمرينة بعد العودة من السفر وتمرينة أكيد طبعا كان محتاج يرح فيها بعض اللاعبين خاصة بذكر بقى وليد سليمان والمباراة كبير في لعباء في النادر أهل كلهم بيقادوا بشكل كبير جدا أقول لك هالحاجة هب أقول لك هالحاجة لأول مرة في حياتي ما بقاش قلقان من الإصابات أو من الغيابات الراجل اللي موجود ده كارتيرون قدر يوصل للحاجة المداربين تانين ما قدرواش يعملوها وهي بجرأة غير عادية بجرأة غير عادية راجل بيغير كل ماتش تفرقش معها بيجرب الناس مع المجهود الكبير الماتشات قريبة جدا جدا من بعض ومع ذلك يعني شفت له حديث قبل ماتش غينية بسألوا الغيابات وقال لهم أنا الغيابات فيش مشكلة بالنسبة لها عندي ولاد كلهم كويسين وهجرب ناس عشان تاخد فرصتها وتلعب يا بص في ماتش حيوي مجرب فيه ده هتتعرضك في ماتش يعني مش راح تلعب يا منافسة في الدورة قوية يا أفريقيا خلاص على الوشك وإن شاء الله خير بزر كل عربية بتقدي وهنا متعادل يعني ما فيش مجال للتجربة أساس خالص انت بتتكلم في دور تمانية ودخل على دور الأربعة وبتجرب وبتدي فصل وتقريبا اللاعب الناس كلها اللي موجودة عشان كده أي عايزين ندي الحق برضو كمان يا كابتن بعد إذنك للجهاز المعون المعان كابتن محمد يوسف كابتن سيدي طبعا لأن ده شغل جميع يبين آبي قرد كارترون لكن واضح إنهم مقريينه الفرقة صح وفي نفس الوقت برضو يعني بتكلم عليه لأنه هو صاحب القرار في الأخير واخد بالك إنما فيه تدعيم طبعا من كابتن محمد يوسف طبعا ومجهازه والناس اللي يكون فؤونها برضو تقع التأهيل يعني الناس بتقع التأهيل دول برضو شايفين يعني يعني دورهم السنة دي صعبة قوي التلاحق المباريات ببعضها والإجهاد الكبير والإصابات والكلام ده يعني يعني برضو هم شغالين طول إحنا كان أيامنا مثلا إيه تلاقي مثلا في السنة واحد بس وانه بصاب والجهاز الطبي إنما لا تضغط المباريات إحنا زمان كنا بنلعب إيه كل يوم جمع معروف ثلاثة إلى روبي واخد بالك أسبوع وما كانش فيه كم البطولات دي إحنا ما كانش فيها إلا بطولة إفريقيا كوس أبطال كوس وأبطال دوري لا فيه سوبر ولا فيه أبطال ولا فيه بطولات عربية دوري وكاس وكاس إفريقيا جميع لما حضرتك يعني واحد من نجوم الفريق واللي ما جوب تقول إن الدنيا مختلفة إن الدوغوط فعلا على اللعبة مختلفة خالص إحنا زمان لو كان مثلا ظهر لنا مثلا ماتش متأجل كده لأي ظروف سياسية والحاجة لعبناه بتقول لك إن ده أنا مجهد ما تلعب مثلا ماتش كده في النصر عشان طبيعة مرحلة طبيعة مرحلة دلوقتي الله يكون فوق عن اللعيبة والأجهزة والناس اللي بتلعب ماتشات وماتشات كلها بطولات يعني أنت بتخلص بطولة إفريقيا ماتش غينية بعدها بتفصل تاني خلص راح تسافر بلد تانية تلعب في بطولة تانية لا تقل أهمية عند جمهور النادي الأهلي البطولة كلها مهمة بنسبانه طبعا ما ينفعش يعدي بطولة كده بالسهل فده حمل وضغط على اللعيبة كبير جدا يا هب ومع ذلك كمان الجهاز الفني له دور كبير قوي إن هو بيقدر يأهل اللعيبة لكل بطولة كل بطولة لها تأهيل خاص كل مباراة لها وضع خاص ما بتلعب غينية بلد إفريقي في بطولة إفريقيا في دور التمانية غير ما بتروح تلعب النجمة طبعا المباراة اللي جاي مباراة مهمة جدا مع فريق شقيق وفريق قوي وأحد الفرق المرشحة بقوة للقب وفاق ستيف طبعا معنا على الهاتف الأستاذ حسان حمار رئيس نادي وفاق ستيف السلام عليكم فندم تحياتي آب الخطيب وتحياتي كابتن الكبير محمد حشيش السلام عليكم وسعيد بطولة إجتماعكم مع الإخوة والأشقاء مباراة أشقاء لفريقين كبار كلا هما مرشح لحصد اللقب ولكنها المواجهات والتنافس العربي الكبير داخل البطولة الأفريقية ولكنها مباراة كافيرة كيف يرى رئيس وفاق ستيف هذه المباراة الهامة والله أطبعت حال مقابلة بيزيد الشيخ فارق المصري فارق الأهلي فارق القرم فارق عنده ألقاب وكروس ودعني من خيارة الفارق المستوى بفارق بدليل احتلال رئيس من مرة الأولى نادي فاق ستيف لا يفعل شأن على فارق الأهلي مقابلة صعيدة عن فارق قينت تتلبها جزئية فيها إن شاء الله حمارة رحية رياضية إن شاء الله بين الفارق شكرا 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 طبعا شكرا 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 كأن الفترة الجاية هتلعب جمهور ان شاء الله والأعداد فيه تزايد ان شاء الله لغاية ما يرجع النادي الأهلي يملى المدرجات تاني الكلام ده عايز إدارة سيد محمد مرجان بيقولك اللجنة أجتمعت الخميس الماضي فور تشكلها أجتمعت وأشتغلت فوسط الزحمة iga تشتغلنا طبعا كل حاجة في طريقها كعادة النادي الأهلي زي ما أقولك بيفصل في نفس الاتجاه أنا بصراحة شايف مجلس الإدارة الحالي يعني ما شاء الله كلهم شعلت نشاط يعني وكان عندهم ملفات كتيرة جدا عايزين يخلصوها ومن أهم الملفات بتاعتهم هو الفرع الجديد الرابع اللي في التجمع اللي هيبقى نقلة كبيرة طبعا لعضاء النادي الأهلي فوسط كل الكلام لت أنهما من يومين بيمضوا فوسط التباطات الفرق وفريق الكورة وبتمضي عقد وعندك ليحة وانت كمان متابع الحاجة المهمة قوي اللي بتهم بقى قطاع عريض مش بتهم الجمعية العمومية بس ده بتهم جمهور النادي الأهلي الكبير اللي هم حتى مش عضاء في النادي طبعا اللي هي بطولة أفريقيا وبطولة الدوري يعني انت بتحارب في كذا تجاه كورة بتحارب فرع جديد بتعمل دستور النادي الأهلي بتعمل بنية شغل نفسك بنفسك بس شغل نفسك بغيرك بنية أساسية أنت بتشتغل وبتسيب بقى الكلام اللي بره ده ما بتردش عليه ودي يمكن أعتقد أن دي الحاجة اللي مزعالة الناس التانية ومندرينة هايجيون منين وقت يردوا على الناس؟ مينفعش هم مش فاضين غير للشغل مقمنا يعني الشغل بيرد لوحده أنا عايز أقول لك حاجة وحتى لو عندك وقت الكبير ما بيردش النادي الأهلي كبير كبير باسمه كبير بتاريخه كبير بقدمه كبير بجمهوره كبير بمواقفه كبير بحاجات كتيرة جدا جدا كبير بقى أعضاءه اللي ضربوا المسل بقى أعضاءه مثل لكل الجامعات العمية في مصر فأنت تفتكر تسيب الكلام ده كله وترد مم وردش على حد بالعكس لا ده أكبر رد بقى أنا قاسي بقى وهترد أعلمين وهترد أعلمين بالضبط بالضبط جدا فطبعا أكيد الأمور والمباراة وزي ما قال الأستاذ حسان عمار مباراة كبيرة جدا ولكن قال جملة بنسع للتوأمة وكان فيه مشروع عبلي كأننا تمنى للمرأة تحصل التوأمة تمام وجود الهلاقات المحترمة في زي المنافسة برضو جاري الموجودة بقى فيه توأمة مع الأندية الكبيرة والرقامات الكبيرة في أفريقيا أنا عايز أقول لك ونشيل بقى أنت أصحنا مع شمال إفريقيا والخناقات وكان بقى مش فيه كلام ده وأنت بتروح بتكسب الترجي وتاخد منه البطولة ربنا يسامحهم واللي كانوا متسببين آه طبعا ولبعض الأدار الإعلام بشكل سيوسيء للإعلام المصري طبعا ما بين نوابين جماهير الزمالك والجميع العربية والأفريقية تاريخ كبير جدا أعتقد أن الأمور بيانت من الغلطان وأخطاء اللي أنت تكرر أنا عايز أقول لك أنا مش هعلق طبعا على القرارات اللي أنت قلتها قبل الفاصل آه إنما عايز أقول التكملة بتاعتها بقى المساق الإعلامي فين المساق الإعلامي فين الكلام العملية اللي مفتوحة دي الناس بتقول اللي عايزاه واللي بيطلع في أي قناة بيتكلم ومجرد ما يمسك ميكروفون خلاص هو بقى حر إنه هو يعمل أي حاجة ولا ما إحنا اتفقنا مش هنردك يعني أنا أقصد أن فيلم عشان بس نكمل الجو بس لتك واضحة لكن اتفقنا وإنت اللي قلت مش هنردك طبعا نخلينا في رسالتنا ومباراة مهمة وفاق السطيف ومباراة زهاب في القائرة في أستاذ السلام بحضور جماهير الأهلي ما أروعها صحيح وفي ظل ربعيات النادي الأهلي مع يعني نهاء مبكر جمهور الأهلي لو عامل كبير قوي زي ما حصل في المباراة اللي فاتت بتاع الحرية وكان له دور كبير قوي في مكسب النادي الأهلي وتحفيز اللعبة احنا شايفين اللعبة كانت كلها كل واحد شو على التنشاط في الملعب طبعا المباراة دي أقوى وبتقربك للحلم الكبير اللي غايب عندنا من 2013 عايزين جمهور كبير عايزين تشجيع إن شاء الله بإذن الله مثالي زي المباراة اللي فاتت عايزين بداية فيها كل ثقة وفيها كل احترام للمنافس كل واحد ما يبخلش بيه اللي عنده سلعيب تنشاط الأهلي بتأدي رغم الضغوط ورغم حرك يعني قلت فعلا ضغوط علامة كبيرة بيأدوا أروع أحمد فتحي ملحمة وليد سليمان حاجة واحدة صغيرة مؤمن اللي بتقال رايح وجاي وكلام كتير عليه شوفنا المطش اللي فات كله مركز عايز أقول لك حاجة وليد سليمان سنانه مكسورة ومخبوط وبالعب المطش النجو من أحسن الناس هي دي لعبة النادل وهي دي روح النادل أهلي اللي موجودة على طول مش هتوني نقول كات غايبة هي موجودة على طول موجودة على طول ونتمنى أنها تبقى موجودة في المبرادة كلها لأنه هو ده سر مكسب النادل أهلي الحب اللي أنا شفته مبارح أرجع تاني لأن اليوم ده مينفعش يتساب كده الحب فعلا ياهاب اللي شفته في عيون الناس وفي الناس اللي بتيجي تسألك هيا كابتن الأخبار إحنا ما شاء الله شايفين كذا وصلنا لكام دلوقتي وصلنا لكام دلوقتي كل الناس بتيجي تقولك كده لغاية بالليل بص الحرص ما أنا ممكن أجي روتين أعمالي أسكور في الفرق وأرقام تاريخية في الفرق وأرقام في جماهيره وأرقام في جماهيته العضوية كله بيسابق كله شامل أرقامه وبعدين عايز أقولك حاجة ده نادي الأرقام الخاسية من كله عايز أقولك حاجة ها حضور برضو الناس بالكام ده طبعا حبا في المقام الأول في الكيان وفي النادي الأهلي إنما برضو ثقة في مجلس إدارة طبعا إنه عمل حاجة كويسة وإنه ماشي كويس بخطة متوازنة أنا مطبط معاك بديك برنامج عائلة الأهلي وبيني وبينك توقيت زمني ده أنا كمان سابق في توقيت الزمن خطة متوازنة بقى اللي موجودة وبين زي ما بقول للإنشاءات وبين كل حاجة فحاسين إن مجلس إدارة على رأسه كمان إيه ده نجم يعني مع شوق الناس اللي في الدنيا كلها الكريسة فما بالك ها يعني حاجة حاجة كل أعضاء المجلس حاجة جامدة جدا يعني أنا بقول إن الكابت الخطيب ما فيش اتنين يختلفوا عليه طبعا الناس بقى تقول بقى ده أصلاه عمالي يجملوا بقى في قناتي اللي قال لا احنا كنا لعيبة وانا يعني له يعني على مستوى كمان الإنساني الناس اللي متعرفش عن الكابت الخطيب له مواقف مع ناس كتير جدا وله مواقف مع زميله اللي لعب معها زميله وإحنا بنلعب يعني يعني ما ينفعش ما تحبش الكابت الخطيب ما تيجي تشوفه بقى كمان يعني الناس كانت في الأول بتقول ده أصلاه نجم وأصلا الإدارة دي كذا وأصلاه ما عرفش إيه لا أهو في خلال الفترة الصغيرة دي الإنجازات اللي حصلت اللي ممكن مجالس تانية مثلا ما حققتش نصها في فترة كبيرة الفترة الصغيرة دي بتشوف كذا حاجة في كذا اتجاه يا رب بيكمل الفرحة ببطولة إفريقيا طبعا بطولة إفريقيا طبعا شوف القصر شوف الالتفاف حوالين طبعا يعني يعني المشهد ده كمان بقول كل طبلوه ليه مشهد أهو ما بيعرفش يقف ثانية أه أه وبعدين عايز أقولك حاجة بارق هاي بص بقى بص دي بقى بص دي طيب حد يعمل كنترول بورقة بمنديل في ناس دلوقتي بتلعب في الممتاز يا هاب ما بتعرفش تجيب تلات أربع كرات على رجليها يعني ناس بتلعب في الدور الممتاز دلوقتي ما بتعرفش نطق كره على رجليها الزملة بس بيقولولي على الأشراف اللجنة وإحنا طبعا نا فشوف لكابت الخطيب بورقة ودي عدته على فكرة يعني ممكن هو ماشي تلاقيه كان معانا مثلا زمان آآ غطى مثلا إزازة يتلاقيه يعمل بيه كنترول حاجة 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 بسمعه برضو الله الناس بالوافة طبعا 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 برغم التعب اللي هو فيه يعني بس أري يعني بصراحة يعني مشهد حب دايم يعني واضح بين الجميع ودي الخيمة الخيمة فاضية خالص خالص معاني شوف الخيمة بتاع النادي الأهلي قد إيه ومعبولها المرة دي على مساحة كبيرة ومداخل يعني أي عدد مش هيبان فيها كمان فما بالك بقى ما تشوف الزحمة دي يعني كانت إيه عاملة إزاي يعني لو طبعا يعني أنت دايما بتاخدني هنا وأنا برضو برجعك إنها التانية هي كلها تحديات ومش هننسى مبارع ويوم تسجل في التاريخ ودايما الأهل بيطوي الصفحة عشان يبدأ الصفحة اللي بعدها طبعا 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 وإنت قلتني ما بخافش على الغيابات لكن يبدو نسعد سميرو ومروان محسن وميد وجبر بعيد شوية يعني يبدو حتى الآن ولكن أنت شايف إن مستر كارترون ماشي بشكل كويس وإن ما فيش غيابات والأهلي بما نحضر هقول لك على حاجة سعد ما تصاب وما لعبش المباراة اللي فاتت شفت أيمن أشرف وكل بالي عاملين إزاي كانوا بلعبوا مع بعض من سنين حلم الانسجام خالص حاجة ده اللعيب المحترف ده لعيب النادي الأهلي يعني أنا بزعل قوي في التحليل إما بشوف ناس كده في قنوات تانية يقول لك قص اللعيب المحترف برضو لازم ياخد وقته شواء عشان يندمج يعني يندمج ده لعيب محترف أنا مش جايب لعيب لسه بادئ زي كله بالي تعالى لا من أول يوم ومن أول يوم بيحرز أهداف ومن أول يوم تحس إنه بقاله متربي في النادي الأهلي بالزبط طبعا زميله ودي عادة النادي الأهلي إنه بيدخل في وسطهم بيندمج على طوض بس اللعيبة المحترفة لازم يبقى كده ما ينفعش أنا بقى جايب لعيب محترف على مستوى عالي زي كله بالي وأوصلنا شواء ما يتأقلم لا الكرة هي واحدة في جنوب إفريقيا زي في شمال إفريقيا زي في استراليا هي الكرة واحدة واللعب واحد والتحركات واحدة والقصة واحدة فلعيب محترف ألعب في حتة في العالم واندمج على طوض فشوفنا يعني شوفنا نسجام كبير قوي بين أيمن أشرف وكليبالي شوفنا المطش اللي فات بتاع النجمة محمد هاني كان إنه بيلعب أنت فاهم زي وفتحي مش موجود فتحي اللي كسر الدنيا قبلها في مطش غينية ومن أحسن الناس اللي كانت موجودة والحاجة كمان اللي بتدي مثل ومثل وأمثال إن أكتر ناس بتجري في الفرقة هم اللعبة الكبار وأكتر ناس بتلعب بحماس وقوة هم اللعبة الكبار أحمد فتحي وليت سليمان عشور تخيل أنت فإزاي أنت تبقى لعب صغير لسه طالع زي ناصر مهر وشايف الناس بقى أحمد فتحي بيعمل تاكلينج كم ممكن يعني يتصاب يتصاب فيه أنا ما مخافش والتاكلينج ده اللي يعمل أسست لحمودي يروح يلعبها ويجيب الجنة الأولاني فإنت تبقى بتلعب في وسط الناس دي وبقاش عندك حماس ما ينفعش شوفنا بقيت الفريق اللي بينزل حمودي يبقى له فترة ما بلعبش كان كويسا ما نزل نزل الوقت صالح الهدف الأول بشكل مهار رائع صالح محسن أظهروا ما بلعبش الفرق يسبت بسكور يعني هي دي فرقة النادي الأهلي درق أنه روتشان الأهلي مجبر عليه وحرك زي ما قلت جريء ولكنه في طياته بيخلق منافسة من نوع آخر مليون في المية مع اللاعبين مليون في المية أنت لما كون بتلعب على طول وحاسس أن اللي وراك ده بعيد قوي برضو قصبا عنك أنت بشر أنا اللي بقى لعب بقى وريح إنما لما كون حاسس أحمد فتحي مكسر الدنيا والثقة إن أنا ألعب محمد هاني ومحمد هاني يكون هايل طبعا بيخلق منافسة منافسة طبعا طبعا واللي بيجي له فرصة دلوقتي بيقفش فيها طبعا لأن عارف هي دي كورة طول عمرها فلو ما شدش حيله كذا آآ آآ شناوي مبارات قوية جدا جدا والروح اللي ورهان بالجمال ده وبالنفسية دي وأول واحد وملوش مشكلة واحد وملوش مشكلة واحدة ايه التربية أخي والأخلاق دي ايه الجمال بتاعك الشريف ده تسلمي دك يا كابتن اكرام آآ والله ايه الجمال وإيه الحلاوة ده ايه ايه يعني ده ما هو ما هو تربى اصلي اتربى مع نجم كبير طبعا والنجم الكبير ده طبعا أكيد بيكلمه طبعا فده النتاج اللي احنا شوفنا اول واحد بيتنطط يعني انت فا ما قالش بقى الشناوي وجاي من ضرر وقصنا وكده طب العبو ماتش وماتش زي ما كان بيحصل مفيش كلام من ده وقت ما بينزل بيزبت بيبقى هايل وخد انه حارس اول والشناوي بيزبت انه حارس اول وبعدين كمان صعبة ومنافسة كبيرة وبعدين صعبة ياهاب انك تاخد طبعا تكون قاعد وتاخد وترجع تقعد تاني طبعا من غير اصابة طبعا 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 فانا بحيي طبعا شريف بصراحة بحيي كل اللعيبة كل اللعيبة رجالة مؤمن اللي كان عليه كلام الفترة الفاتتة والناس طبعا الالام الله الجزي يعني يتكلم هو بيزبت انه عايز يخش تاني لان مؤمن لعيب كبير وخبرات وخدم النادي الاهل السيني الفاتت وكان محور مكسب النادي الاهل فيه مبارات صعبة فكونوا انه هو يبقى موجود وبالشكل شفناه انه هو جاي بيقولك انا جاي تاني فانت عندك في الناحى الشمال كام وفي الناحى اليمين قد ايه ورصات الحرب اللي موجودة مروان اساسي النادي الاهلي وانتخب مصر ويرجع بعد اصابة كبيرة ويلعب ويبقى كويس واظهروا بيلعب مكان وهو برضو بيحاول وبيقاوم وعايز يخش دي كلها دروس على فكرة بنديها للفرقة التانية ازاي برضو تاني بقولك ان ان شاء الله دستور النادي الاهلي ده هيبقى مرجع للناس التاني اللي بتقاوح هيبتدوا تاني واخد بالك يدور على لاحة النادي الاهلي ودستور النادي الاهلي كعادة النادي الاهلي الناس كلها بتجري وراء شوف النادي الاهلي بيعمل ايه بيبتدي يتحرك بدأ خد انت وابدأ واتحرك وشوف واشتغل بنفس الاسلوب واشتغل بنفس الطريقة لو عايز تعمل حاجة او بص على النادي الاهلي عايز تقلل تجربة قلدها وماله بس بقى ايه ما تفتص الدنيا وتقعد تقول كذا وتطلع كذا وتعمل كذا واللي يجبعد شوية عملت نفس طب ما يفتص مش قزمة اي حد عايز يفتص ما يفتص لان دايما الحياة واضحة او الحياة واضحة زي الشمس صحيح وبرضا انا دايما زي ما قلت الازمين لي محمد سعيد مش عايزين نضيع وقت من من هنا نعلق على حاجات مفروغ منها لكن احنا غزبا عنها بنبقى حابين نوضح بس طبعا طبعا ومولنا الاهلي لعب دور كبير جدا وبعد عودة الجماهير النادي الاهلي طبعا حماس كبير باين على اداء اللعيبة عندهم مسئولية كبيرة عندهم اداء كبير جهاز الفن عنده اداء كبير يحسب للجهاز الفني النادي الاهلي هو ميستر كارترون وجهازه معهم الهدوء الهدوء الكامل عندهم حلم الهدوء يحصلوا عليه الهدوء ده انا شايفه في الجهاز الفني نابع من الثقة بالنفس يعني ما تشوف الاحاديث قبل المباريات ما فيش حاجات فعالية كلها ثقة بالنفس وكلها بهدوء واحنا بند المباريات على قدها وبنقهل اللعيبة وبنجهز وبنعمل اللي علينا والنتيجة دي طبعا بتاعت ربنا وبكل ثقة بهدوء اصابات موجودة لا في عندي لعيبة تكمل ولعيبة قد المباريات دي واكتر من لعب في المركز الواحد عندي زخيرة بدلوقتي من العيبة ان شاء الله بإذن الله كمان النادي الاهلي ما بيقفش برضو بيحاول يدعم سامعين برضو ان في يناير كنت شافك في حلقة مع علاء ميهوب وبتتكلم وبالنسبة طبعا بحيك على الفقرة بتاعت علاء لان علاء طبعا صديق عمر وكنا محتاجين حد من جوه النادي الاهلي برضو وزحلتنا بنتكلم بطبيعاتنا زي محرك جاي بتتكلم بطبيعاتنا بالزبط مش محضرين وبنتكلم بتلقيه وبتكلم على الجوه يعني فعلا عرفت منه ان في يعني يمكن تدعيم او اتنين في يناير دول برضو من صفقتين لتلاتة تدعيمات في يناير يبقوا اضافة بسخ طبعا الفعلات لو قال حاجة مهم ما اول كابتل قال مع ان في مفاجآت من قطاع الناشئين صحيح والجملة دي صحيح لان كتير ما سمعناش لو كواسة فتحت موضوع قطاع الناشئين عشان انا يمكن شغلي قريب من موضوع منطقة القاهرة ومسؤول عن المسابقات والناشئين وكده القطاع السنة دي طبعا فيه تحديث فيه شغل فرق كبيرة معمولة في اسماء بتدير الفرق اسماء كبيرة تدير في دورة ممتاز الأهم بقى المفهوم تغير ما بقاش مفهوم ان انا عايز بطولة البطولات النادي الاهلي سواء منطقة القاهرة او قطاعات او جمهورية مش عايز اقولك قد كده ده دي بقى ما عندناش دولاب ياخد الكلام دي كمان واخد بالك ومع ذلك التفكير تغير ان انا مش يعني البطولة ما تهمنيش في المقام الاول اللي همني ان انا اطلع العيبة للفرق كبيرة او الدرجة الاولى يطلع العيبة لو طلعت اتنين تلاتة هيفرقوا معايا جميل جدا يعني وبعدها احنا شوفنا حتى السنين اللي فاتت معظم العيبة اللي من عندن اللي طلعت اعراض في الاندية التانية هي اللي عملت شغل مع الاندية وعملت طفرة وفي منهم رجع تاني وفي منهم رجع تاني يعني السياسة دي بقى لها فترة كبيرة انك بتطلع اعراض ياخد لما ليش فرصة يلعب السنة دي يطلع ياخد احتكاك ومنافسك لازم الناس تفهم برضو ان انت مكانك فوق زي ما انت بتطلع الكابتن التنافس كبير اوي فوق فبالتالي الناشئ اللي داخل ده الله يعينه طبعا لما يخش على الفريق الاول طبعا ربما البعض بيخرج ويرجع تاني عن سبيل الاعارة او عن سبيل يعني انه مع انه حكموه بقى عدد برضو معين التأييد في الفرقة الكبيرة فصعب ان انت يعني انت هتاخد مثلا ان يطلع لك من فرقة مثلا السنة السبعة وتسعين يطلع لك ست سبع لعب هتوديهم فين مش معقولة هيطلع درجة اولى فلازم ياخد ستمنى ان يبقى فيه مواهب كتيرة تطلع وتضيف طبعا طبعا الحقيقة القطاع عمل شغل كويس وعادل عبد الرحمن في السبعة وتسعين عمل شغل كويس كلهم امين عرابي ومتحطها ويسر محمدين وسراج وكل الناس بصراح ومحمد مش عايز نسحد عشان بص يعني الحقيقة القطاع كله عادل المصطفى كل الناس عمل شغل كويس حتى البرائم البراعم ماسكها دلوقتي اتمن برضو ده هو الماسك المنظومة بقى طبعا انما فيه تامر حفني وطبعا كابتن جمال السيد ماسك البرائم يعني الناس دي كلها عملة شغل كويس كمان ما ننساش برضو في اهتمام وغير زي كابتن اينو وغيره يعني فيه مسج من اسماء وقدرات وأعمار سنية مختلفة وقدرات مختلفة عايزين نقول برضو ما ننساش دور الأكاديميات اللي طلعت لنا برضو لعبة للقطاع برضو مشوا وكملوا في بعض لعبة اللي تلات درجة أولا دي أساسها في أكاديمية النادي الأهلي مسكها دلوقتي برضو خالد بيبو يعني ماشي برضو بشكل ومعه أمير يعني الدنيا الحمد لله فيه شغل من مجلس الإدارة مع موس فيه تغييرات وفيه حاجات تحس إن فيه هم ماشيين اجتماع الكابتن خطيب أكتر من مرة وقتع الناشئين وينزل ويقعد مع المدربين وقعد مع الكابتن لا قصة السنة دي أنا شايفها مختلفة والحمد لله ابتدينهم رغم إنها لسه ما جانيتش الصمار لكنها باينة من كلام كابتن علام يهوب باينة من كلام حضرتك باينة من الشكل العام صحيح اللي إن شاء الله مؤشراتها تتنبأ بنتائج مميزة في جميع الاتجاهات إن شاء الله بإذن الله أكيد نتائج موزة في جميع الاتجاهات وأرجع بيك على اللقاء المهم لقاء مهم لأن المنافس واحد من المرشحين بأداءه من أقوى الفرق اللي موجودة في البطولة الأفريقية لكن السؤال للنادي الأهلي دايما وحتى دايما الأجيزة الفنكة تقول لنا مش مهم مش مهم اللي إنت بتقابل مين إنت دايما بتلعب على هدف واحده هو المكسل أهم حاجة في النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت إنه بيلعب الفرق كلها المنفسين كله على أساس إن هي مباراة مهمة وفريق كبير ما بصش الفريق ده أصلي ده ترتيبه في الدوري بتاعه كذا أصلي الفريق ده ما خدش بطولات بقله فترة أصلي كذا إنت بتبص لنفسك دايما أنا لها مقولة كده هب أنا ما بخافش من الخصم أيا كان الخصم أنا بخاف من نفسي بخاف من لعبتي المنافس أنا بحترمه لكن أهم حاجة معروف إنما أنا كون في يومي المهم إن أنا أقدم علي المهم إن أنا أطلع كل التقاط المهم إن أنا ألعب بطريقة كويس فهو الخوف مش المنافس الخوف مني أنا من لعبتي ودي الحمد لله الفترة الأخرانية اللعبة كلها أثبتت إنها رجالة الأهم من كده كمان لديك بعض ذكرات في التاريخ كتير في شمال أفريقيا طبعا طبعا متنجب المجوم الأهل الكبار بقى المتشط دي بيبقى ليها كده المتشط يعني جهازية معينة صعبة جدا وبعدين فرق يعني شمال أفريقيا كلها فرق بطولات وفرق عريقة ولها تاريخ يعني ممكن كنا بنقابل مثلا في أفريقيا سواء شارق أفريقيا بالتحديد أو الجنوب فرق لسه حديثة العهد وما يعني ما لهاش أي بصمات في البطولات وكده فبتبع العملية سهلة إنما فوق دايما الخط بقى جزائر تونس مغرب مغرب كلها فرق بطولات وكل خلي بالك المنتخبات بتاعتها راحت أكتر من مرة كاس عالم ولهم باع كبير في الكورة وطلعوا نجوم على مستوى عالي سواء يعني كمان ناس كتير احترفت برة فكرة في الجزائر يعني من يمكن الجزائر من أكتر الدول الاشتراك في بطولات كاس العالم طلعت يعني لعبة غراءت أوروبا بيعرفوا لعبوا إزاي بيعرفوا يعني كل ماتش يعني ماتش اللي جاي اللي موجود هنا بيتميزوا بقى فرقة الجزائر بأنه هم بيعرفوا إزاي يطلعوا بالنتيجة اللي هي عايزنها وش مستعجلين بيجيذوا النواحي الهدوء واستغلال الوقت استغلال الوقت لصلاحهم والمدافعة يعني التكتل الدفاعي واللعبة على هجمات المرتدة اللي أنا متوقع أنهم دول هعملوا لأن وعنده فرصة أنه هو الهدف هنا مشكلة فأهم حاجة بالنسبانا في المباراة اللي على الأرضين بالتحديد يعني حتى لو طلعت سفر سفر المهم ما تدخلش فيك هدف يعني أهم حاجة أن المرمى بتاعنا ما يتحافظ على شباكك تماما دي أهم حاجة جبت بقى واحد جبت اتنين ما جبتش حاجة خالص اسمك برضو رايح النتيجة لسه سفر سفر كأنك لسه بتلعب بتلعب ماشي هنا أو الهناك هو ما تفرقش النادي الأهلي على ملعبه على خارج ملعبه القصة دي أهم حاجة ما تديش للفرقة اللي قدامك لكن برضو مع وجودها على أرضك وملعبك ووسف جمهورك أكيد بتبقى عايز تاخد المبادرة وحماس الجمهور من يوم في المائة وبلك اليد العليا في نفس الوقت المنافس طبعا بيجي عايز يمتص هذا الحماس ويخرج بأفضل نتيجة فيه أي أن كانت دايما بقول استغلال النادي الأهلي لجمهوره الكبير بعدما رجع الجمهور في المدرجات بقى حاجة كبيرة جدا 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 للنادي الأهلي وحافز كبير فيه للنادي الأهلي وتشجيع اللعبة عايزين نستغل الحتة دي في المباررة القادمة خلي بالك برضو أهاب اللي بيجي لعبك بيبقى جايه هو مرعوش يعني حتى ولأن بيمثل أنه هو كويس ومتمسك إنما هو عارف قدر النادي الأهلي عارف إنه جايه لعب بطل أبطال إفريقيا نادي القرن لعب على مستوى عالي نسبة كبيرة منتخب مصر فبيبقى جايه عامل حسابه وعامل حساب الجمهور الكبير جدا جدا اللي موجود فأعتقد إن إحنا لازم نستغل الروح دي في البداية وزي ما بيقوله بلغة الكرة نركب على الفرقة من البداية لو أحرصت هدف أو هدفين في البداية دي بدوك الثقة إنك ممكن تعمل سكور يرايحك تماما لازم تستغل الفترة الأولية لما المباراة لو بدأت بإن هو حسس إن هو ما سكورة وبيعمل استحواز وبيجريك أو العملية السجال في الملعب دي بتطمعه كل ما الوقت عدى بتطمعه هو وبتصار باعك إنت فأنت لازم من البداية ولقدر الله لو فيه أي سيناريو مخالف مخالف مونيا مرباك بهدف هتقدر تقف وترجع ويا ما شفنا النادر اللي بيغير مقف على ملعبه كمان طبعا ده اللي أعتقد إن برضو الجهاز الفني عامل حساب ومقسم المباراة للسيناريهات ممكن تكون ممكن تحصل ممكن لقدر الله جنب في البداية مزموط كل حاجة في كل حاجات اللي أنا تعملها لكن هي وردة في كل حاجات اللي أنا تعملها لكن هي وردة في كل حاجات اللي أنا تعملها طبعا الجهاز الفني بيحطها في اعتبره لكن آآ أكيد المنافس بقى وهو بيبص عليك شايف إن بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب ربعيات رايحة وجاية طبعا طبعا يعني ما يجي حرك مثلا مدير فني للفريق المنافس وبتجيب مواتشاته الأخيرة وتشوفها فطبعا القصة بقت كتاب مفتوح صحيح ولكن هيبقى جاي عمل لك ألف حساب لمباراتك الأخيرة دايما إحنا ما كنا باللعب آآ آآ مثلا فرق من أفريقيا مش عارفينها بنسأل ترتيبه إيه في الدوري بتاعه طب آخر ماتشة عملية طب مش أنت فالحاجة كلها بتفرق معانا وكمان الدنيا اختلفت النهاردة أنت بشوف صوته وصورة طبعا وعارف ماتشاته كلها بيجي لك لغاية عندك بتحل وبيجي لك لغاية عندك غير الأول أنت كنت بتلعب آآ فرق مبهامة متعرفش إيه مين الكويس مين الوحش بلعبه إزاي دلوقتي أنت حافظ وسهلة الصلاة بقت خلاص سهلة وبتسهل عليك حاجات كتيرة زي ما بقولك أنت متخافش من المنافس بتاعك أنت بتخاف من نفسك إن شاء الله يكون الفرقة كلها في يومها كله يبقى في أعلى مبارات حرية هناك هناك في الزهاب أنت لو في توفيق تكسب هناك تكسب هناك مسترح تكسب لك اتنين في الزهاب والغاية الآخر لحظة أنت بتروح آآ صلاح محسن وبتضيع فرص فدي برضو بيديك اندكيشن إن الفرقة بتاعتنا برضو عايزة تكسب هناك ده اللي أنت بتقول الأهم حاجة أنت حالتك إيه يومك إيه توفيق معاك ولا لا أنا مش دعا بالمنافس دي أهم وبعدين دلوقتي يعني إيه برضو بقى كل الفرقة بتاعت النادي الأهلي مفاتيح لعب مش زي الأول مثلا أو بقى فترات معاين أقولك اللعيب الفلاني هو مفتاح لعب لا كلهم مفتاح لعب لأن النادي الأهلي مع الراجل ده كمان والتحديد مع الراجل ده كمان إنت عندك جناحين طايرين فتحي ومعلول عندك اختراقات من النص عندك تزديد عندك كور سابتة مش فقا على التنافس فوسط الملعب المهاجم للنادي الأهلي التلاتة اللي تحت روس الحرب دول إيه المنافسة دي إحنا كمان إيهاب فلسطوات التحليلة بقى إيش عارفين نقول دامين ودمين ودمين كلهم كويسين الحقيقة كلهم كويسين بيبد في الملعب والراجل مدي يوم حرية الحركة بالتلت الأخير حرية الحركة وليد سليمان ناحية المين بيخش من القلب جن بتاع وليد سليمان الماتش اللي فات بتاع غينيا الأولاني شوف على العرضة القريبة بيلعب ممكن وليد ملعبش ناحية المين بيلعب بلاي ميكر من تحت يزبوط صنع لعب من تحت يعني وخلي بالك كل ده وإحنا بنتكلم على مين على أجاية مش موجود يعني ناس برضو لها صقالها مش موجودة ولا صقالها لكن زي ما قلنا الأهلي بمن حضر طبعا وانت قلتلي انا مش خايف والحلقة بتجري معاك سريعا ولأي حاجة قبل ما اشكرك لا باشكر بس الجامعة العمومية تاني اللي حضرت بارح واللي ما حضرش وبقول لي ان الصورة الحضرية اللي داتها الجامعة العمومية والنادي الأهلي دي حاجة احنا كلنا بنفتخر فيها كأهلوية وأعتقد أن ناس كثيرة ان شاء الله بإذن الله تحاول بقى ايه يعني توصل النادي الأهلي وتحاول تحزو حزو في الفترة الأخرانية بشكر مجلس إدارة وكل القائمين على النادي الأهلي وبتمنى التوفيق طبعا ليه فريق الكورة في سلسلة الانتصارات والبطولات اللي هو داخل فيها ان شاء الله نكسب كل البطولات السنة دي وتبقى سنة استثنائية علينا كلنا شكرا كابتن شرفتنا لنوارتنا شكرا لها شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر